كيف الإنسان يعيش بسلام المدد وسلام لا حول ولا قوة إلا بالله بدل ما يفضل خايف وعايش في الخوف من كل حاجة لا يدخل في مدد ربنا ويعيش ويفتكر دايما ويكتب على قلبه قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويمشي بهذا القول ولا يخاف من شيء ويستمر مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قادر أنه يجنبه كل ويكفيه كل ما أهمه ويعينه على ما أقامه عليه وفيه لذلك لازم دايما نفتكر هذا البيت الرائع أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على ما يشاء قدير نعم ربي على ما يشاء قدير ومن أكتر الحاجات اللي ممكن تخليني أقدر أعيش بسلام المدد وسلام الإمداد ولا حول ولا قوة إلا بالله إن أنا أتذكر رسيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي وصاني بها ووصى بها سيدنا عبد الله بن قيس لما قال له يا عبد الله بن قيس فبيرد سيدنا عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله حد يكره يا سلام بلى يا رسول الله ففي ذاك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز 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 ليه كنز لإن تمنح الإنسان ما لا يستطيع أن يشتريه بالمال وهو السلام ما لا يستطيع أن يشتريه بالمال أن يكون لديه طمأنين أنه إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى سيقبله إن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أنه سيذهب إلى الله حتى ولو كان فارغا من كل شيء الله سيقبله كل هذا كنز الإنواء لن يستطيع أن يدفع تمنه ولكن الله سيهبه ذلك هبة منه والسبب في كل ده إن كلمة للاستسلام والتفويض يستقبل بها الإنسان مدد الله سبحانه وتعالى معترفا ومزعا إنه هو كل شيء لله وأن الحياة الله هو الذي يصنعها ولا صانع غيره ولا رد لأمره ولا رد لقضائه وإنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى لما تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ساعتها بس هتقدر تفهم إن حتى العبادة اللي انت بتعبد ربنا بها وساعات تحس إن انت مستغن بها عن الله أيضا الله سبحانه وتعالى هو اللي وهبك إليه ولزاك أنت في الصلاة في كل صلاة كل ركعة من الصلاة لازم تقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين يعني نستعين بك في العبادة يعني بدون عون الله في العبادة أنت لن تستطيع أن تكون عابدا لابد إن احنا نعيش في كل حياتنا بلا حول ولا قوة إلا بالله ودي وسيط حضرة النبي في سنته صلى الله عليه وسلم إن في كل حياتنا نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله حتى لما نيجي ندخل في البيت وده دايما يشعرك بالإمداد امتثالا لقوله تعالى الذي جاء في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لدرجة أن سيدنا الإمام مالك بيقول ينبغي ينبغي دي كلمة عند الفقهاء ما بين الوجوب والند وهي إلى الوجوب أقرب ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا عشان البيت يتملي بإيه يتملي بالمدد يتملي ببركة لا حول ولا قوة إلا بالله وعشان كده سيدنا أنس بن مالك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله هيكون إلا يحصله يعني يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له أليس الله بكافر عبده أنا سأتولى هذا كفيت يعني كفيت همك ووقيت المصائب وكمان كل الذي يفتح عليك باب الشر أنا نحيت عنك ببركة إيه لا حول ولا قوة إلا بالله